انخفاض البطالة خلال شهر مايو وبايدن يعتبرها انتصار شو التفاصيل؟ ارتفاع جنوني لشراء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية شو الأسباب وشو التفاصيل بهذا الموضوع؟ بنادق ورحلات سفر ونقود وملايين الدولارات حوافز لمتلقي اللقاح شو هي الولايات الجديدة اللي كمان أعلن عن هذا الموضوع؟ فيسبوك تصدر قرار بخصوص ترامب وبعض السياسيين وبايدن يعلن عن خطة لمشاركة لقاحات فيروس كورونا دوليا من هي الدول التي سوف تحصل على هذه اللقاحات؟ كل هذه المواضيع وغيرها بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج شو فيما فيه معي أنا حسين هاشم من قناة شو الأخبر تحياتنا لكم متابعينا ومشاهديننا وحلقة جديدة من برنامج شو فيما فيه معي أنا حسين هاشم من قناة شو الأخبار وآخر المواضيع على الصعيد المحلي والعالمي نبدأ بالموضوع الأول وهو يتعلق باللقاحات ولقاحات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تم الإعلان عن آخر الأرقام المتعلقة بإعطاء اللقاحات في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة اليوم نهار الجمعة في بداية الأسبوع كانت الأرقام قد انخفضت بشكل كبير جدا للأشخاص الذين يتلقون لقاحات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت إلى مدون المليون لقاح تحت المليون لقاح خلال أول أسبوع ولكن هذا الرقم تغير من مبارح من الخميس لنهار الجمعة تقريبا ما يقارب الـ 1.4 مليون مواطن أمريكي حصلوا على جروعات من لقاحات فيروس كورونا تقريبا في ست ولايات صارت هلأ عندهم نص المواطنين اللي عايشين بهذه الولايات تلقوا التلقيح الكامل ضد فيروس كورونا نحكي عن نيو هامشير نحكي عن كنتركات مين ماسيشوتس رود آيلان دوفيرمانت نصف الكانون في 50% صاروا اخدين كل اللقاح يعني تلقيح كامل بالولايات المتحدة الأمريكية ككل 170 مليون أمريكي أو ما يقارب 51% من الشعب الأمريكي صاروا اخدين على الأقل جرعة واحدة من اللقاح 137.5 مليون أمريكي أو ما يعادل 41.4% من الأمريكيين أصبحوا لديهم التطعيم الكامل فيما يتعلق بالبالغين يعني اللي هني عمروا من فوق الـ 18 سنة 63.2% من الأمريكيين اللي عمروا من فوق الـ 18 سنة صاروا اخدين على القليل جرعة واحدة من اللقاح تقريبا الهدف طبع إدارة الرئيس بايدن من هلأ لشهر يعني لجولاي فور أنه 70% من الأدات يعني 70% من الأشخاص اللي عمروا من فوق الـ 18 ياخدوا أتليس جرعة واحدة من اللقاح نحن صرنا على 63.2 رقم كتير جيد نتجه إلى يعني الطريق الصحيح في الولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا 299 مليون جرعة من اللقاحات فيروس كورونا تم أعطاءها من أصل 369 مليون جرعة تم توزيعها على الولايات بمعدل يصل إلى 81% من الجرعات التي تم تم توزيعها على الولايات بفضل هذا الموضوع أعلن الرئيس بايدن عن خطة لمشاركة اللقاحات في الولايات المتحدة الأمريكية مع دوليا وخاصة مع برنامج كوفاكس هذا البرنامج اللي عم بتقوم في الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لتوزيع اللقاحات على الدول اللي هي مش باستطاعتها أنه تحصل على لقاحات فيروس كورونا لعدة أسباب أعلن الرئيس أنه الولايات المتحدة رح تبرع بما يقارب 75% من اللقاحات الكوفيد-19 الغير مستخدمة إلى برنامج كوفاكس اللي هو برنامج مشاركة اللقاحات العالمي واللي هو مدعوم من الأمم المتحدة وكشف البيت الأبيض أنه أول دفعة اللي هي تبلغ 25 مليون جرعة سوف تشاركوها الولايات المتحدة الأمريكية يعني من هلأ إلى نهاية شهر يونيو رح تسلمها لكوفاكس وعم بتخطط الولايات المتحدة الأمريكية لمشاركة ما يقارب 80 مليون جرعة من اللقاحات فيروس كورونا على مستوى العالم بايدن علل هذا الموضوع عم بيقول أنه نحن بالولايات المتحدة الأمريكية نتجه إلى الطريق الصحيح بس إذا نحن انتصرنا على الفيروس بأمريكا مش من مصلحتنا أن الدول التانية ما يعني الضلية عندها كورونا والضلية بهيدا الجو لأنه منكون معمل ناشي كأمريكيين فعم بيكون في ظل المجهود اللي عم تقوم في أمريكا لمساعدة الدول الأخرى على التخلص من كورونا وبالتالي يعني أكتر وأكتر العالم يتجه إلى هذا الموضوع عم بيقول أنه فيه التزام أنه يبعثوا ما يقارب الست ملايين جرعة من اللقاحات كورونا لأمريكا الجنوبية والوسطى سبع ملايين جرعة لآسيا خمس ملايين لأفريقيا ومتل ما قلنا لكم يعني تقريبا 25 مليون جرعة ورح يوصلوا إلى 80 مليون جرعة هلأ وزير الأمن القومي الأمريكي عم بيقول الولايات المتحدة الأمريكية ما رح توزع هادي الجرعات على أساس ابتزازة أو على أساس تنازلات لازم هيدا الدول تعطيها لحتى تحصل على اللقاح عم بيشوفوا وين الحاجة ورح يعطوها إياها بس أكيد رح يكم رح يتم تخصيص 6 ملايين جرعة هلأ حاليا إلى حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك المكسيك كندا، كوريا جنوبية، الضفة الغربية، غزة نيح عبيعات الضفة الغربية وغزة هند، أوكرانيا، كوسوفو، هايتي، جورجيا، مصر، إردن، عراق، يمن فخصصوا 6 ملايين لهودي الدول والمناطق اللي بيعتبرون هني حلفاء وشركاء للولايات المتحدة الأمريكية كمان لمساعدتهم في هذا الموضوع نبقى ضمن موضوع كورونا ووست فرجينيا كانت عم تفاجأنا وست فرجينيا وست فرجينيا بيحكمها حاكم جمهوري اسمه جيم جوستس كان عم بيأعلن عن كمان برنامج حوافز لتشجيع المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وكريم كثير دايماً الجمهوريين لما بيربحوا دايماً بدون يفوتوا سلاح بالموضوع بعد شوية نحن نحكي عن السلاح وشو عم بيصير بالولايات المتحدة الأمريكية بس دايماً الجمهوريين لما بدون يربحوا بيربحوا سلاح وبربحوا رخص صيد تم الإعلان بوست فرجينيا عن أن الأشخاص اللي هيتلقوا اللقاح المضادة لفيروس كورونا رح يكون عندهم فرص لحتى يربحوا جوائس من بيناتها أسلحة بنادق صيد متنوعة الشاحنات مصممة خصيصاً لألون رحلات سياحية في حضائق الولايات رخص صيد مدى الحياة رخص صيد شفته بنادق ورخص صيد رح يتم سحب أسماء الفائزين بوست فرجينيا ما بين 20 يونيو و 4 أغسطس خلال السحب بنهار 20 يونيو في شخص رح يربح مليون دولار أيضاً الولايات رح تقدم منحتين دراسياتين كاملتين للطلاب المؤهلين اللي هي تتراوح عمارهم ما بين 12 و 25 سنة أيضاً بدأ تمنح جائزة أسبوعية قيمتها مليون دولار على مدار 5 أسابيع متتالية يعني 5 مليون دولار بنهار 4 أغسطس سوف يتم سحب الجائزة الكبرى لشخص واحد رح يكون قيمتها 1.58 مليون دولار يعني مليون و نص تقريباً دولار وشخص تاني رح يربح 588 ألف دولار يعني شوك ما عبي زدتوا مصاري اللي يوم المصاري على الأشخاص إن كانوا بوست فرجينيا ولا إن كانوا بالولايات التانية كاليفورنيا ولا الولايات اللي أعلننا عنا فاش إلا مش جان تضعب بخيري مش عبتعطي شي لعالم يلا اللي أخدوا اللقاحهم مش جان أخدوا ببلاش أكيد بدون يحتاجوا الأفراد اللي أخدوا اللي حتى يسجلوا أسمائهم لحتى يشاركوا بالسحب وكمان أعلن الحاكم إنه الشباب اللي هني أعمارهم م بين 16 و 35 سنة كمان رح يكونوا مؤهلين لحتى يحصلوا على هدايا بطاقات هدايا أو كفت كارد نحن نسميهم إمتها 100 دولار من خلال حكومة الولايات لما بيتلقوا التطعيم يعني بتاخدوا التطعيم تسجل اسمك بيعطوك 100 دولار أمر جيد مش غلط مش غلط هلأ كتير العالم عم تسأل إنه ليش هالحوافز كلها يعني عم بيشككوا بالموضوع إنه لما عم تعتوا حوافز للعالم شو القصة يعني هي لما بتكون الشغلة مش منيحة بيعطوا حوافز للعالم بيغدوها بس ما بعرف إنه اللقاحات منيحة لحد هلأ مسمعنا شيء سيء عنها والخبراء والدكاترا اللي هني 3 تربعون أخذوا اللقاح ما عم بيقولوا شيء سيء عن هذا اللقاح يعني من المصادر الموثوقة والموثورة لحد هلأ ما سمعنا شيء سيء عن اللقاح فينا سمعنا من جروبات أم أحمد وأم علي على الواتس أب بس كتكاترا وهيك ما سمعنا شيء فخلنا ننتقل إلى الخبر الآخر وهو يتعلق بشركة فيسبوك وقرار يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تعلمون شركة فيسبوك خلال الانتخابات بعد الانتخابات الأمريكية التي حصلت وخاصة خلال شهر يناير من سنة 2021 وبعد أحداث الكابتل التي حصلت وأعمال العنف واكتحام مبنى الكونغرس الأمريكي طلعوا وقت قرار بأنه يعملوا بان يعني يوقفوا لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيسبوك صلوا الحساب تبعه للرئيس دونالد ترامب ووقف على فيسبوك من شهر يناير كان هناك اجتماع للجنة الأورسايت بفيسبوك لإتخاذ قرار فيما يتعلق بحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فيسبوك وأخذوا قرار يتعلق بهذا الموضوع اللي هو باستمرار بتوقيف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فيسبوك إلى مدة عامين ابتداء من شهر يناير 2021 يعني من وقت ما وقفوا سنتين يعني بيناير 2023 بيرجعوا بيسألوا الأكسبرت اللي هن البانو ومفروض بيرجعوا بيخلوا يفتح الأكاونت تبعوا للرئيس ترامب على الفيسبوك فالمفروض الرئيس ترامب موقف عن الفيسبوك لمدة عامين بيخلصوا بشهر جانيوري 2023 وهذا القرار اتخذ اليوم من شركات من شركات فيسبوك من شركات فيسبوك أكيد فيما يتعلق بهذا الموضوع فيما يتعلق بهذا الموضوع بدنا نكمل بالموضوع في حلقة متكسلي فليس تكسولي بس لخلص بس فيسبوك مش بس أخذوا قرار فيما يتعلق بترامب كمان أخذوا قرار بما يتعلق بالسياسيين بشكل عام فيسبوك العامر قوانين خاصة بالسياسيين تسمح لهم حرية ومجال أكتر للحكي أكتر من العالم العادي ففيسبوك قرر إنه لا إذا نحن بدنا نوقف الحساب ترامب لكلام سياسي قاله بيعتبروه تحريدي بدنا نعمل نفس الشيء مع السياسيين الثانيين يعني هلأ حاليا فيسبوك رح تغير التدبير تبعه بشكل إنه حيالة سياسي حتى لو سياسي وبيحكي كلام بيعتبروه كلام مستفز كلام بيشجع على العنف كلام بيعتبروه تسكرمينايشن أو تمييز ساعتها بيتطبق عليه نفس القوانين اللي بتطبق على الأشخاص العاديين اللي هن بيتم توقيفهم أو اعملونهم سوسبنشن أو حتى أو قاب بيشلوهم بالمرة عن فيسبوك ترامب رد على هذا الموضوع واعتبروه هذا الموضوع انسلت للأمريكيين الذين انتخبوه واللي هن حسب البيان اللي طلع من الرئيس ترامب يبلغ عددهم فوق 75 مليون أمريكي اللي هن انتخبوا ترامب ترامب قال هذا اعتداء على الحريات واعتداء على حرية التعبير التي يضمنها الدستور الأمريكي وعم بيطالب انه بملاحقة فيسبوك وعدم السماح لفيسبوك بانه تتحكم بالخطابات وبالشغلات اللي بدون يقوله والعالم لانه هذا يعتبر منافي للدستور الأمريكي هل يطلع سوف يتدخل الكونجرس او شيء بهذا الموضوع لحد هلأ ما في تدخل فهيدا القرار يطلع من فيسبوك ننتقل الى الخبر الاخر وهو الذي يتعلق بشراء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية عم نشوف هناك ارتفاع كبير وجنوني بشراء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية هلأ ما في حتى بس نحط الفكرة العامة ما في جوورمنت او ناشنل داتا بيس بأمريكا عن شراء الأسلحة يتابعوا عملية شراء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية بشهر أذار او بشهر مارس بمارش الاف بي آي ذكر انه كان فيه 4.7 مليون باك روند شاك بأمريكا لأشخاص عم يشتروا سلح 4.7 مليون بس بمارش وهيدا بيعتبر اعلى معدل شراء أسلحة بشهر واحد منذ ان بدأ مكتب التحقيق الفيدرالي الاف بي آي بتتبع هيدا المعلومات من عشرين سنة وبيعتبر زيادة 77% عن سنة 2019 عن مارس 2019 يعني اذا بدون يقارنوا مارس 2019 بمارس 2020 في زيادة 77% بشراء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية والفئة الكبيرة اللي هني عم بيشتروا بيعتبروهن فورستايم غن اونرز يعني هاودي اول مرة بيشتروا سلح اول مرة بيشتروا سلح عم بيقولوا اكتر من مليونين اكتر من مليونين باكراوند تشاك ان عملوا من هاودي الأصل الـ 4.7 مليون بمارس كانوا لأشخاص لأول مرة بيشتروا سلح أول مرة بيشتروا سلح يعني تقريبا ما يقارب الـ 40% أيضا عم بيقولوا انه بسنة الـ 2020 أغلب الأشخاص اللي شتروا سلح هني من النساء الـ women ومن الـ people of color يعني السود الـ Hispanic هؤلاء الأشخاص كانوا أكتر عالة عم بيشتروا سلح يعني الـ minorities من الأسباب اللي عم بيقولوا انه كانت عم بتسبب هذا الموضوع للارتفاع الكبير في شراء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية أولا البندامك يعني وجود أزمة فيروس كورونا كانت عم تدفع العالم انه تروح تشتري سلاح أكتر الأحداث اللي كانت عم بتصير بـ social unrest هن بيسموه بعد مقتل جورج فلويد كمان ساهم بشكل كبير للأشخاص انه يروحوا يشتري سلاح فوز الديمقراطيين بالانتخابات بالكونغرس وبيئة الرئاسي كمان كان عم بيشجع العالم يروحوا يشتري سلاح لأنه يجري الديمقراطيين بشددوا القوانين على السلاح فكانه العالم عم تحاول تشتري سلاح قبل ما الديمقراطيين يستلموا الحكم ويشددوا القوانين المتعلقة بشراء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية أكتر أشهر كان عم بيصير فيها أشراء سلاح بالـ 2020 شهر مارس، شهر يونيو، شهر جولاي، يوليو، وشهر ديسمبر، وهو شهر 12 ارتفاع كبير في شراء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية كبير كثير مقارنة من 20 سنة يعني كثير عم بيرتفع شراء الأسلحة بأمريكا آخر خبر اليوم يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية وبالبطالة انخفاض بمعدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عودت العاطلين عن العمل إلى العمل والرئيس بايدن بيعتبره بعد ما طلعت هذه النتائج من وزارة العمل الأمريكية وبعد النتائج المخيبة خلال شهر 4، خلال شهر إبريل لأنه بشهر 4 بس 266 ألف عاطل عن العمل رجعوا على الشغل كانوا متوقعين بشهر إبريل أنه يرجع أتليست وقته ما بعتقد بحدود كان بدهم يرجع بحدود الـ 400 ألف 500 ألف كانوا متوقعين بشهر إبريل رجع بس 266 ألف الأرقام بشهر مايو طلعت من وزارة العمل الأمريكية وبينت أنه البطالة في أمريكا انخفضت بحدود الـ 5.8% وأيضا استعاد سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب الـ 559 ألف وظيفة هن كانوا متوقعين أنه يستعيد 671 ألف فالرقم ليس ببعيد كتير يعني فيه فرق بحدود الـ 100 ألف ما بين الرقم اللي كانوا متوقعينه وما بين الرقم اللي طلع مقارنة إذا عم نحكي نحن بـ أيبرل بشهر إبريل 266 ألف رجعوا بـ مايو 559 ألف معناتها دبل الأشخاص اللي رجعوا بـ أيبرل رجعوا بمايو هذا أمر جيد جداً معدل البطالة بأمريكا رجع من 6.1% للـ 5.8% هذا أمر جيد أصلاً كمان زيادة هذا يدلل على أنه الاقتصاد الأمريكي بلش يرجع للسكة الصحيحة لما أنت سوق العمل عم بزيد وظائف العالم عم ترجع على شغلة البطالة عم تنزل معناته أنه الاقتصاد يعود وعم يتجه إلى السكة الصحيحة ومش بس هيك عم بيقولوا بشكل عام أنه القطاعات اللي هي أكتر شي عم بيشوفوا أنه عم بيرجعوا على الوظائف تبعها وهذا مؤشر جيد لأنه هيدا القطاعات هي أكتر قطاعات تأثرت خلال أزمة كورونا هو مجال الترفيه والضياف يعني الانترتايمنت والمطاعم والشغلات وأيضاً عم بيقولوا في زيادة بتوظيف المعلمين وهناك زيادة في توظيف العاملين في مجال رعاية الأطفال هذا أمر جيد أكيد بعضه دون المستويات اللي هني كانوا طمحين لا إله بس كمان أفضل بكثير جداً من شهر أيبرل أكيد بعد ما طلعت هيد النتائج من وزارة العمل اليوم نهار الجمعة كان فيه حديث للجمهوريين عم بيطالبوا فيها أكتر وضغط أكبر على الرئاسي وعلى الديمقراطيين لإلغاء مساعدات البطالي لأنه عم بيقولوا الاقتصاد يتعافى ولازم نشيل البطالة لحتى نخليه للعالم اللي عم بيش عم تشتغل ترجع على الشغل ومثل ما بتعرفوا كان فيه 22 ولاية موقفين وقفوا المساعدات البطالية الفيدرالية لـ 300 دولار صاروا 25 ولاية يعني عم يزدادوا الولايات اللي عم بتوقف مساعدات البطالية الفيدرالية لـ 300 دولار أكسترا فهل يترى هذا الموضوع سوف يساهم بالتسريع؟ أنا ما بعتقد بايدن رح يقرب التاريخ هو التاريخ الرسمي لتوقف مساعدات البطالية هو شهر سبتمبر شهر 9 أنا لا أعتقد أنه بايدن رح يقرب لهيدا الموضوع رح يخليه هيك هلأ ممكن الولايات من حد ذاتهم هني وقفوه متماعا بصير هلأ صاروا 25 ولاية حسب الأحصاءات اللي طلعت بوكالة The Hill الإعلامية بس هيدي الأرقام بشكل عام هلأ عم بيقولوا البطالة تنخفض بس ليس بشكل متساوي يعني عم بيقولوا البطالة عند البيض 5.1% بس إذا تطلع البطالة عند اللاتينيين اللاتين أمريكان 7.3% والبطالة عند السود 9.1% فعم بيقولوا ما في تساوي بموضوع الحالي الاقتصادية والصورة الاقتصادية والبطالة في الأعراق الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عم بيقولوا البطالة طويلة الأمد هؤلاء الأشخاص اللي يصلن عم بيستفيدوا من البطالة أكتر من 6 شهر كمان نخفض هذا المعدل ولكن بعده مرتفع جدا ولا يزال يشكل 3 أطعاف مستوى ما قبل وباء كورونا ويمثل ما يقارب 40.9% من إجمالي العاطلين على العمل يعني فيه من العاطلين على العمل عبا ياخدوا عمل في 40.9% صر لهم على البطالة أكتر من 6 شهر رقم كتير كبير هيدا تركونا على حسن المتابعة حبينا نعمل حلقة سريعة اليوم 20 دقيقة بس ما نوصل إلى 30 دقيقة أو 32 دقيقة هيدا كانت مواضيعنا ما تنسوا تتابعونا على فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك يوتيوب لايك وفولو تفعيل جرس التنبيه نضموا لغروباتنا على الواتس أب وإلى أن نلقاكم ما تنسوا شارك كمان للحلقات عنكم على المجموعات الجالية إلى أن نلقاكم في حلقات مقبلي من هيدا البرنامج وبرامج أخرى كان معكم حسين هشم من قناة شو الأخبار إلى اللقاء